في حديث نبوي شريف صحيح إن الله إذا أحب عبداً ابتلاه حتى يسمع تدرع نعم نعم حتى يعني مما يسكر على لسان سيدنا داود أن يعني أحي إليه أن أنين العاصين أحب إلي من تسبيح الضائعين طبعاً التجاء لي وهو يعني التجاءهم لي مدماً طبعاً التجاءهم لي مدماً نعم فحب إلي من تسبيح الضائعين فهنا حتى المعصية كانت لها حكمة طبعاً وحتى قالوا يعني والله يا أخي خجت كتير يعني بس طبعاً يعني رب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً دا موضوع آخر يعني خلينا احنا في الموضوعات اللي طبعاً يعني الله سبحانه وتعالى نبهنا أيضاً إلى أن لا تفزعوا من البلاء يعني وقلنا تكرهوا حاجة يعني الحاجة دي وعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله في خيراً كثيراً يعني تعجب من أن يكون الخير في البلاء فحينما يريد الله سبحانه وتعالى البلاء لا يريده لظاهره اللي هو يبدو كأنه شر وأن ما يريده لما فيه من خير فكأنه كل ما يريده هو خير وما يقع في الدنة دي كلها خير وأيضاً يعني الحديث الصحيحي وأعلم أن النصر في الصبر وأعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً الله وبعدين بيقول لك اعلم انتهى في مقام كأنه بيصحين أصحى شوف أنا بيقول لك لا تتململ مما يصيبك مما تكرهه اصبر عليه واعلم أن في الصبر عليه خيراً كثيراً وأيضاً واعلم أن الفرج مع الكر لأن الواحد مكروب ولذلك المكروبين اللي هم مؤمنين دائماً يعيشون في انتظار الفرج إن مع العسر يسرى وبعدها وأن نفس الحديث وأن مع العسر يسرى يا الله إذن حين يبتلى المؤمنون بالقتل أو بكذا أو بكذا أو بالتجوع لا يعني نعتقد أن هذا إهان من الله لهم وأن الله سبحانه وتعالى تخلى عن عطفه على أحبابه وعلى عباده المؤمنين بالعكس قد يكون هذا يعني أو بالضرورة أن هذا له نتائج ضيبة جداً تعود على هؤلاء الناس اللي هم قدموا أرواحهم مقدموا أو على بلادهم أو على أسرهم أو على عائلاتهم إلى آخرهم أو على القضية ككل في عائلاتهم